أكد وزير الخارجية سامح شكري على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين وخلال استقباله اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نوها شكري لضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار رقم 2728 والبناء عليه للتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر البرية مع قطاع لضمان إنفاذ الكافي للمساعدات مجددا رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر